الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد لازلنا أيها الأحبة الكرام مع أعلام القرون المفضلة لازلنا في ظلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين نالونهم ثم الذين نالونهم وقد ذكرنا أقول العلماء أن المقصودة بذلك هم الصحابة ثم التابعين ثم تابعوا التابعين ولقد أخذنا أعلام القرون المفضلة من أعلام القرن الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وصل من الحديث إلى من توفي في العام الثامن عشر من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبرزهم علم الأمة البطل الهمام الصحابي الجليل أحد العشر مبشرين بالجنة أمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه عامر ابن عبد الله ابن الجراح قد ذكرنا بعضا من فضائله بالأمس وذكرنا بعضا من مواقفه العظيمة مع النبي عليه الصلاة والسكام فذكرنا أنه من الناس الذين أسلموا على يدي أبي بكر الصديق في أول يوم من إسلام أبي بكر في ضمن ستة دخلوا الإسلام على يد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فهو من السابقين الأول من المهاجرين رضي الله عنهم وذكرنا أنه هاجر هجرة الحبشة الأولى وفي هذه فضيلة عظيمة لأبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه ثم ذكرنا أنه هاجر الهجرة إلى المدينة مع سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا له موقفا عصيبا امتحن به رضي الله عنه أرضاه يوم بدر حينما تعرض له أباه واضطر أبو عبيدة أن يقتله تحقيقا لغزوه في سبيل الله ولجهاده في سبيل الله وموالاته للمؤمنين ومعاداته للكافرين وقد ألجأه أبوه إلى ذلك ونزل في شأن أبو عبيدة آيات تتلى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر الآيات ثم ذكرنا موقف أبو عبيدة العظيم يوم أحد وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وينزع حلقتا المغفر من وجدة النبي صلى الله عليه وسلم وندرة سنة ثنيت أبو عبيدة ليصير بعدها أهتما بقية عمره رضي الله عنه وأرضاه اليوم نذكر صورا أخرى من حياة هذا الصحابي الجليل فحياته نور وحياته بركة ومواقفه عظيمة حق لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يقول يوم السقي فهدونكم عمر أو أبو عبيدة فهو كان مرشحا ليكون خليفة المسلمين الأول من قبل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وحق كذلك أن يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لو أن أبا عبيدة حيا لا استخلفته فكان أبو بكر يرى أن أبو عبيدة مرشحا لأن يكون الخليفة الأول بعد النبي عليه الصلاة والسلام وكان عمر يرى أن أبا عبيدة هو مرشحا أن يكون الخليفة الثالث بعد عمر رضي الله عنه وأرضاه وكل هذا من رأي أبي بكر أو عمر قبل إجماع الأمة أن ثالث الخلفاء هو عثمان وأن رابع أبو علي ثم يأتي بعد ذلك بقية العشر ومن بينهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه اليوم نذكر أعظم منقبة لأبي عبيدة ثبتت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جاءت في وفد نصارى نجران حينما جاءوا وجلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة من الهجرة وعاندوا وعارضوا ونزل في موقفهم هذا صدر صورة آل عمران قرابة 82 آية من أول صورة آل عمران إلى قول الله سبحانه وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال وبدأ الحديث حينها عن أحد كل هذه الآيات نزلت في وفد نصارى نجران حينما عاندوا ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للمباهلة قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل إلى آخره فنكلوا عن مباهلة النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيح أنهم قالوا إن نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمين إن نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمين ولا تبعث معنا إلا أمين فقال صلى الله عليه وسلم لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول السلام لما قال دعا أبعث معكم رجل أمين حق أمين الصحابة تمنوا إنهم يكونوا هذا النصيب وليس هذا من باب حب الإمارة ولا شيء لا هو من باب الفوز بهذا الوصف العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام فاستشرف الصحابة يعني كل واحد وقف كده يتمنى إن الرسول عليه الصلاة والسلام يشير إليه ثم قال صلى الله عليه وسلم قم يا أبا عبيدة بن الجراح فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة هذا أمين هذه الأمة قال ابن حجر رحمه الله وهو يشرح هذه العبارة والأمين هو الثقة الرضا وهذه الصفة وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره لكن السياق يشعر بأن له مزيدا في ذلك لكن خص النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من الكبار بفضيلة ووصفه بها فأشعر بقدر زائد فيها على غيره كالحياء لعثمان والقضاء لعلي ونحو ذلك فأبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه يشترك مع بقية إخوانه كأبي باكر وعمر وعثمان وغيرهم أنهم جميعا أمناء لكن الله سبحانه وتعالى قد خص هذا الصحابي الجليل أن هذه الصفة كانت أكثر صفة يتميز بها عن سائر أقرانه رضي الله عنه وأرضاه أمين الأمة حينما تسمع مواقف أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه تشعر بمدى التواضع ومدى الزهد في الدنيا ومدى القرب من الله سبحانه وتعالى يدور بينه وبين عمر حوار عجيب غريب وكون عمر رضي الله عنه وأرضاه يتقبل من أبي عبيدة هذا هذا دليل على منزلة أبي عبيدة في نفس عمر وسنذكر صفحة من جهاد أبي عبيدة رضي الله عنه وأرضاه وأن عمر عزل خالد بن الوليد هذه الأسطورة الجهادية الكبرى الذي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيف الله المسلول عزله خالد وولى عليه أبو عبيدة فكان هكذا أبو عبيدة عند عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول عن زيد بن أسلم عن أبيه قال بلغ عمر أن أبا عبيدة حصر بالشام بلغ عمر أن أبا عبيدة حصر بالشام ونال منه العدو فكتب إليه عمر أما بعد فإنه ما نزل بعبد مؤمن شدة إلا جعل الله له إلا جعلها إلا جعل الله بعدها فرجا وإنه لا يغلب عسر يسرين يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا تقرأ كثير جدا في سير عمر المراسلات وسيلة عظيمة جدا كان عمر يتناصح في بها بينه وبين إخوانه المقربين منه يكتب رسالة وقد ذكرنا موقفا من هذا مع هشام بن العاص قديما وكانت سببا في إسلام وتوبة وعودة هشام هشام بن العاص أخو عمر بن العاص فهو يكتب هذه الرسالة وأنت قد تشعر أنها رسالة عادية لكن أبا عبيدة سيفهم منها أمر آخر قال أما بعد فإنه ما نزل بعبد مؤمن شدة إلا جعل الله بعدها فرجا وإنه لا يغلب عسر يسرين لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إنما العسر يسرى فإنما العسر يسرى فذكر مع العسر يسرين فلن يغلب عسر يسرين ثم كتب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا قال فكتب إلي أبو عبيدة يقول إن الله يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال فخرج عمر بكتابه فقرأه على المنبر ثم قال يا أهل المدينة إنما يعرض بكم أبو عبيدة أو بي ارغبوا في الجهاد يا أهل المدينة ده أصحاب الرسول السلام ده السلة التي أبقاها عمر حوله حتى يستشيرهم في الأمور الكبرى فقرأ عمر هذه الرسالة رغم أن فيها الآية فقط ثم قال يا أهل المدينة إنما يعرض بكم أبو عبيدة أو بي ارغبوا في الجهاد يعني وكأن أبو عبيدة بيخاطب عمر ومن معه نحن محاصرين ببلاد الشام ونحتاج منكم أن تخرجوا لتجاهدوا في سبيل الله وهكذا فهم عمر عمر يتعامل ليس مع أي أحد يتعامل مع أبو عبيدة بن الجراح من سبقه إلى الإسلام صاحب المنزل العليا وأبو عبيدة كتب الآية فقط وهذا من فقه عمر رضي الله عنه وأرضاه في الآثار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أرسل بأربعة آلاف درهم وأربعمائة دينار وقال لرسوله انظر ماذا يصنع أرسلها إلى أبي عبيدة قال فقسمها أبو عبيدة فلما أخبر عمر رسوله بما صنع أبو عبيدة بالمال قال الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هذا ولما قدم عمر إلى الشام تلقاه أمراء الأجناد وعظماء أهل الأرض فقال عمر أين أخي ناس مأبلين قال عمر أين أخي قالوا من قال أبو عبيدة يعني وتشعر في الكلمة بمدى المودة والمحبة بين عمر وأبو عبيدة كل الناس جايت قابله وطبعا عمر خرج للشام أكثر من مرة حتى تتسك الروايات عند الإنسان هو الصورة عشان تكون مفهومة دي كانت فترة فتح الشام وسيدنا أبو بكر كان معين خالد إذن الوليد على كل الناس في المنطقة فعمر لما مسك الخلافة عزل خالد وحط أبو عبيدة أمير على المجموع فصار أبو عبيدة هو أول من لقب أصلا بأمير الأمراء أمير أمراء الشام رضي الله عنه أرضاء وسنأتي إلى هذه القصة تحديدا فعمر لما بينزل هنا بينزل على الشام على أولاته فقال أين أخي فقالوا من مهم كلهم إخوانه لكن هو يخص أبو عبيدة فقال أبو عبيدة قالوا يأتيك الآن فجاء على ناقة مخطومة بحبل ده أمير أمراء الشام جاي على ناقة مخطومة بحبل عادي يعني دروا عاوز يقولك يعني مدى الزهد اللي عند أبي عبيدة فسلم عليه فقال عمر للناس انصرفوا عنا ألاس بقى سيبوني مع أخويا شوي وسار مع أبي عبيدة حتى منزله فنزل عليه فلم يرى في بيته إلا سيفه وترسه ما لقاش في البيت قال للسيف والترس ترس الإنسان بيصد بالضربات والسيف فقال عمر لو اتخذت متاعا يعني أي حاجة في البيت أي فرشة لو اتخذت متاعا فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين إن هذا يبلغنا المقيل يعني ده هيكفينا لحد ما الدنيا تخلص في رواية أن عمر قال اذهب بنا إلى منزلك يا أبا عبيدة فقال له ماذا تصنع عندي يا أمير المؤمنين ما تريد إلا أن تعصر عينيك علي عافلوا واحد يعصر عني يعني إيه مش شايف حاجة يفضل يعني يعصر عينه كأنه مش شايف يمكن مشكلة عندي أنا أخوانا ده أمير أمراء الشام من قبل الخليفة فقال ما تريد إلا أن تعصر عينيك علي ودخل عمر فلم يرى في البيت شيئا فقال أين متاعك لا أرى إلا لبدا وصفحة وشنة وأنت أمير أنا مش شايف حاجة خالص إلا قمش في جلدي وشنة يعني كيعني قربة خلقة يعني وصفحة للطعام أشياء زهيدة جدا وأنت أمير أعندك طعام فقام أبو عبيدة إلى جونة فأخذ منها كسيرات جونة السلة الصغيرة المستديرة أخذ منها كسيرات خبز فذكى عمر فقال له أبو عبيدة قلت لك إنك ستعصر عينيك علي يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين قليل من الزادي يبلغنا المقيل يا أمير المؤمنين قليل من الزادي يبلغنا المقيل والله الواحد بيقرأ هذه الأثار بيتألم حقيقة من أحوالنا خصوصا سنتكلم عن نفسه يعني صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان عندهم زود في الدنيا كبير يا أمير المؤمنين تخيل أن عمر عمر يتأثر بهذا الحال فقال عمر غيرتنا الدنيا كلك غيرك يا أبا عبيدة غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة اسمع إلى قوله وهو يقول يا أمير المؤمنين قليل من الزادي يبلغنا المقيل روى مالك ندار قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ أربعمائة دينار فجعلها في صرة فقال للغلام اذهب بها إلى أبي عبيدة سمت له ساعة في البيت خليك أعد شوية حتى تنظر ماذا يصنع قال فذهب بها الغلام فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك فقال وصله الله ورحمه كما وصل أبي عبيدة بيدعو العمر ثم قال تعالي يا جارية اذهبي بهذه السبعة إلى فلان وبهذه الخمسة إلى فلان حتى أنفذها لم يبق منها شيء فرجع الغلام إلى عمر وأخبره فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل هو من مات في طعون عم واسمع أبو عبيدة في نفس السنة في نفس التوقيت معاذ فدائما هتسمع عن أبو عبيدة ومعاذ بن جبل وهم دول اللي كانوا رفقاء في الشام يعني كأن أبو عبيدة كان أمير أمراء الشام ومن بعده مباشرة كان معاذ بن جبل عالم الأمة الأول رضي الله عنه وأرضاه قال فرجع الغلام إلى عمر وأخبره فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل فقال اذهب بها إلى معاذ بن جبل وتله في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع أمكث في البيت ساعة فذهب بها فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك فقال رحمه الله ووصله تعالي يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا واذهبي إلى بيت فلان بكذا فاطلعت امرأة معاذ طلعد بقى فقالت نحن والله مساكين فأعطنا انت عطي دول وتعطي دول وتعطي دول وإحنا مساكين زيل انت بتعطيهم ولم يتبقى في الخرقة إلا دي نران فدحى بهما إليها رماهما إليهما ألقاه يعني فرجع الغلام إلى عمر فأخبره بذلك فسر بذلك وقال إنهم إخوة بعضهم من بعض والأثر أخرجه الذابي في سير أعلام النبلاء ورجاله ثقات هذه كانت صور مشرقة من يعني زهد أبو عبيد رضي الله عنه وأرضاه وكيف كان يتعامل مع الدنيا وكيف كان ينظر إليها صفحة أخرى من صفحات أبو عبيد المشرقة هي جهاده في سبيل الله أبو عبيد معي إنه شخص حليم جدا ورقيق جدا ولين جدا كان سهلا لينا ينطبق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام الجنة لكل سهل لين وأيضا حديث النبي السلام قال وأصحاب الجنة ثلاثة ورجل رقيق رحيم القلب لكل ذي قرب ومسلم هذه الصفة كانت في أبي عبيد رضي الله عنه وأرضاه إلا أنه كان بطلا مغوارا كان مجاهدا فذا سيدنا أبو مكر الصديق كان جعل خالد بن الوليد هو أمير الأمر وعمر عزل خالد وولى مكانه أبو عبيدة وقال أنا ما عزلت خالد عن خيانة ولا كذا ولكن يعني بعض الناس فتنوا به أو كذا وولى مكانه أبو عبيدة أبو عبيدة في الحقيقة في هذه الصورة ضرب أروع الأمثلة في التواضع وفي حب العمل للدين بغض النظر عن موقع الشخص وهذا الأمر كان قديم عند أبي عبيدة فاسمع هذا الأثر والأثر أخرجه البيقي بن حجر وغيره وهو له شواهد عندي البخاري ومسلم يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن العاص إلى أرض بلاء وعذرة ليدعو الناس إلى الإسلام وكانت أم عمر من بلاء فتألفهم بذلك رسول صلى الله عليه وسلم يعني أم من عندهم فأرسلوا إليهم تألفا لهم فصار عمر حتى إذا كان على ماء بأرض جذام يقال له السلسل وسميت بذلك تلك الغزوة غزوة ذات السلاسل فلما كان عليه خافا فبعث إلى رسول صلى الله عليه وسلم يستمده يطلب مددا فبعث إليه رسول صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح في المهاجرين الأولين فيهم أبو بكر عمر مدد في أبو بكر عمر وأبو عبيدة وقال لأبي عبيدة حين وجهه لا تختلف قال له روح لعمر بن العاص بس ما تختلفش معه فخرج أبو عبيدة حتى قدم عليه فقال له عمر إنما جئت مددا لي تجاي مدد وما الصحابة كان عندهم أمر الإمر دا مستقر لأن الأمور كيف تضار فلابد أن يعلم من الأمير وعمر طبعا من الأمراء ومن أهل بيت كله سياسة فقال إنما جئت مددا لي يقول لأبو عبيدة فقال أبو عبيدة لا ولكني على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه يعني أنت مش أمير علي ولا أنا أمير عليك حلص وكان أبو عبيدة رجلا لينا سهلا هينا عليه أمر الدنيا ما هيش أضية كبيرة عنده رضي الله عنه بيضرب أروع الأمثلة في التجرد التام في خدمة بيت الله في خدمة الله سبحانه وتعالي فقال له عمر قال له عمر بل أنت مدد لي فقال يا أبو عبيدة قال أبو عبيدة يا عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لا تختلفاء وإنك إن عصيتني أطعتك فقال عمر فإني الأمير عليك وأنت مدد لي فقال فدونك فصلى عمر بالنس زي ما قلنا هو بيضرب أروع الأمثلة في التجرد التام في خدمة دين الله هو أسبق من عمر بن العاص بمراحل عمر مسلم في سنة سبعة فهو ليس من السابقين أصلا وفي نفس السنة اللي أسلم فيها خالد حينما قال النبي السلام إن مكة ألقت إليكم بفلذات أكبادها الأبطال العسكريين المؤثرين في مكة أسلموا في هذه السنة فأبو عبيدة من السابقين وذكرنا ذلك ومع ذلك الأمر يسير وتعالى بقى أشوف الصورة الأصعب من هذا من هذه عمر لما ول أبو عبيدة وعزل خالد الكلام دا كان على مشارف المعركة جاء خبر وفات أبو بكر فكاد الأمر يحدث فيه الطراب فأبو عبيدة أتى بمعاذ بن جبل وقال له أخبروا أن الخليفة أو بكر مات قال له المسلمين عملوا إيه قال له ولوا عليهم عمر فقال الحمد لله لقد وفقهم الله فليس لها إلا عمر فأبو عبيدة قال له ولاني وعزل خالد والأمر كده شق جدا يعني ما كيف سيكون يعني وأرسلوا رسالة لعمر بن الخطاب من معاذ أبو عبيدة بينصحونه ويذكرونه بما قال إليه الأمر وكذا فعمر مدرك ماذا استحياء أبو عبيدة في هذا الأمر أن يكون يعني أمير الأمراء بعد عزل خالد فأرسل عمر مرة أخرى وأصر عليه ووضح موقفه من خالد إلى أخيرة وهنا خالد بن وليد بدأت وأبو عبيدة لم يصر أصر على موقفه أيضا واستشار معاذ مرة أخرى ولم يفاتح خالد مطلقا ووصل الخبر إلى خالد بن وليد رضي الله عنه أرضاه وبالمناسبة أبو بكر قبل أن يولي خالد بن وليد أمير الأمراء بالشام كان ول أبو عبيدة فأبى أبو عبيدة فأصر أبو بكر لكن لما الأمور اضطربت جعل أبو بكر خالد هو أمير الأمراء فما أن سمع خالد أن عمر عزله وولى أبو عبيدة وأبو عبيدة لم يخبر الناس بل لم يخبر خالد أصلا بذلك وترك خالد يصلي بالناس وكذا ذهب إليه وأقبل فدخل على عبيدة أبي عبيدة فقال خالد بن وليد يغفر الله لك أتاك كتاب أمير المؤمنين بالولاية فلم تعلمني وأنت تصلي خلفي والسلطان سلطانك أنا ذكرنا في الأثر اللي أبله لأن الأمير هو اللي بيصلي بالناس وأنت تصلي خلفي والسلطان سلطانك فقال أبو عبيدة اسمع بقى الكلام الجميل ده والله كلمات لا أقول تكتب بماء الذهب بل بماء العيون فقال أبو عبيدة وأنت يغفر الله لك ما كنت لأعلمك ذلك حتى تعلمه من عندي غيري وما كنت لأكسر عليك حربك حتى ينقضي ذلك كله أنت في لحظة خطيرة جدا والمسلمين لو عرفوا أن أبو بكر مات قد يهنوا ويضعفوا وقد تضيع المعركة وما كنت لأكسر عليك حربك حتى ينقضي ذلك كله ثم قد كنت أعلمك إن شاء الله وما سلطان الدنيا أريد وما للدنيا أعمل وإنما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع وإنما نحن إخوان وقوام بأمر الله عز وجل وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ولا دنياه بل يعلم الوالي أنه يكاد أن يكون أدناهما إلى الفتنة وأوقعهما في الخطيئة لما يعرض من الهلكة إلا من عصم الله عز وجل وقليل كلمات عظيمة جدا يا أخي فعلا هؤلاء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأنت يغفر الله لك ما كنت لأعلمك ذلك حتى تعلمه من عند غيري وما كنت لأكثر عليك حربك حتى ينقضي ذلك كله ثم كنت أعلمك إن شاء الله اسمع وما سلطان الدنيا أريد وما للدنيا أعمل وإنما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع دنيا وإنما نحن إخوان وقوام بأمر الله عز وجل وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ولا دنياه بل يعلم الوالي الشخص لربنا والله أنه يكاد أن يكون أدنهما إلى الفتنة وأوقعهما في الخطيئة لما يعرض من الهلكة يتعرض لي من المهالك إلا من عصم الله عز وجل وقليل مهم ولما بلغ معاذ بن جبل أن بعض أهل الشام استعجز أبا عبيدة أيام حصار دمشق كان أبا عبيدة رزين يتريث في المواقف ولا يستعجل فقال لما بلغه أن بعض أهل الشام استعجز أبا عبيدة أيام حصار دمشق ورجح خالد بن الوليد بلغ خالد بن الوليد ليس من السابقين فغضب معاذ وقال أبي أبو عبيدة يظن والله إنه لمن خير من يمشي على الأرض أبي أبو عبيدة يظن والله إنه لمن خير من يمشي من يمشي على الأرض أبو عبيدة رضي الله عنه أرضاء يعني في هذه المواقف يضرب أروع الأمثلة ولما مسك أبو عبيدة وتولى صارت الفتحات الكبرى في بلاد الشام وكان أبرز وفتح بيت المقدس والقصة مشهورة بعدما حصرهم أبو عبيدة فترة طويلة جدا واستسلموا في النهاية وبعثوا رسولهم وجلس مع أبو عبيدة وقالوا إننا نقرأ في كتبنا أننا سنسلمكم مفاتيح هذه المدينة ولكن لرجل ما لا نراه بينكم فقالوا وما صفة هذا الرجل فقالوا الصفة فإذا هي صفة عمر فكتب أبو عبيدة إلى عمر أنه هو فتح بيت المقدس وضعه كذا ولا بد أن تأتي وآتى عمر في القصة المشهورة ومعه الغلام والناقة وكانوا يتعقبون على الناقة هو غلامه وقرب مشارف الشام اجتزم خاضطا فيها مأوطين فوضع حزاءه تحت إبطه ورفع يده بإحدى ثوبيه وأخذ الناقة بيد الأخرى وعلى ظهر الناقة الغلام ودخل الشام على هذه الحال فرأها أبو عبيدة من بعيد فعرفه فأسرع إليه وقال يا أمير المؤمنين إن القوم قد استعظبوك قد استشرفوك الناس هنا منتظر أمير المؤمنين اللي صفة موجودة في التوراة فكأنه يعني شايف إن المنظر ده أبو عبيدة فقال لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أبا عبيدة كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله يا الله صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يضربون أروع الأمثلة ويذكرون بعضهم البعض يذكرون كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله والله العظيم كلمات تكتب بباقي العيون يلخص فيها عمر المشهد تلخيصا تاما تاما كنا أذل قوم من غير الإسلام اسمع كده عن العرب من غير الإسلام قبل الإسلام وضعهم إيه سياسيا دينيا اجتماعيا اقتصاديا اعلاميا أي جزاوية بعبود الأصنام عمر دا اللي بقول دا كان بقول لك كنت بعمل الصنم العجوة كده وغض نظر عن صحة الأثر من عدمه لكن كانوا بعبود الأصنام أبو بكر الناس كان بتعبود الأصنام أخوانا النماذج اللي بنحكي عنها دي كان بتعبود الأصنام تمتخيل ومن كان يشرب الخمر ومن 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 يعني فأعزنا الله بالإسلام إسلام دهر القلوب وجعلهم أصحاب العزة يهزبون فارس والروم تمتخيل حضراته الكبرى وعمر يؤكد المعنى ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله أي والله شوف الناس النهاردة بتبتغي العزة هنا وهنا 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 مناهج وأوضاع وطرق والنتيجة أذلنا الله والله هذه الكلمات ينبغي أن تكون عنوان لحياة كل إنسان فينا من حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتبقى الصفحة الأخيرة في حياة أبي عبيدة وهي وفاته في طعون عمواس وهي صفحة نحتاج أن نتوقف عندها قليلا خصوصا ونحن نمر لأزمة اليوم وباء من الأوبئة أشبه بما مر به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولعلنا نتعرف عليها غدا بمشيئة الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واجزاكم من وقال حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله